البطل مستر اولمبيا الغير كوج كيفن لفروني ده كان لازم يكسب المستر اولمبيا يكسب مستر اولمبيا على اساس ايه؟ على اساس مين؟ وقع نفسه في اكبر غلط ان ادى روني كولمن السر السر كان ان انت تاخد بزيك يا جماعة اهلا بكم في حلقة النهاردة حدث النهاردة تقريبا من اكتر الحلقات اللي الناس او انتو طلبتوها مني على مدى السنين اللي فاتت ولكن ما عملتهاش وهي البطل مستر اولمبيا الغير متوج يعني البطل اللي ماكسبش المستر اولمبيا ولكن هل كان المفروض يكسب المستر اولمبيا؟ مين هو؟ مش نصر الصنباتي دي هنسيبها الحلقة التانية ولكن النهاردة هنتكلم على اكبر لاعب كمال اجسام بيبع عليه جدال ليه ماكسبش المستر اولمبيا وهو كيفين لفروني كيفين لفروني موليد 64 وفاز ب23 بطولة احترافية في كمال اجسام منهم 13 مستر اولمبيا دخلها ولكن عمره ماكسب المستر اولمبيا كان دايما اما تاني او في التوب 5 دولتي اكبر سؤال الناس بتسألوه مش بس احنا كعرب بنتكلم لا حتى هنا في الغرب بتلاقي كتير في التعليقات يوشد افوان المستر اولمبيا كنت لازم تكسب المستر اولمبيا انت تظلمت في المستر اولمبيا كذا 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 ولكن لازم نفهم كيفين لفروني كان بنافس مين عشان مايكسبش المستر اولمبيا او عشان نعتبر ان هو كانت ظلم اكبر عدو لكيفين لفروني كانوا اتنين دوري نيتس وروني كورمان وهم الاتنين اتقل من بعض وفيه كمان اصلا عدو تالت هو مش عدوه هم اصحاب ولكن عدوه في المنافسة فلكس ويلر والجدال اللي اكبر اصلا انه يمكن فلكس ويلر هو كان المفروض اللي تظلم ولكن هل دي حقيقا طب ايه المشكلة يعني هل كيفين لفروني ظالم نفسه ولا هو مظلوم مبدئيا كده كيفين لفروني كان بيعمل حاجة واحدة غريبة جدا كان بياخد نص سنة اف يعني بيبتدي يجهز لموسم البطولات ستة شهور قبل البطولة او قبل الموسم ما يبتدي و بعدين بعد ميستر المبي بتخلص كيفين لفرون كان بيريح لعدة اشهر فدي طبعا كانت من اكبر الحاجات اللي اصرت مع الكيفين لفرون وكيفين لفرون معروف عنه الالتزامه في التمرين مكانش قريب بلكيلومترات لروني كولمن وطبعا دورين يتس لما نيجي نبص يا يا جماعة على لاعب مظلوم او مثلا بنبص عليه لوحدة ثوب دة كان لازم يكسب ميستر المبي يكسب ميستر المبي على اساس ايه? على اساس مين? listed مين يكسب ميستر المبي تعال نشوف الفيديو ده روني كولمن بالسليب الاصفر بص الفراند دابل بايساب بتاع روني كولمن عمل ازاي وجنبيه كيفين لفرون لمؤاخذة يعني تحس ان هو واحد لسه هواف وزن التقيل روني كولمن مفيش اي مكان بيتغلب فيه ولا الدراعات ولا الرجلين ولا الصدر هتقول لي ولا الضهرة طب الضهرة انسى خالص وطبعا فليكس ويلر من ناحه التانية برضو عماليها كل 100 جزمة من روني كولمن تعال نكمل الفيديو ونشوف الاوضاع بص اصلا روني كولمن انفتح رجله قديه عشان يبين لك عرضها وحجمها يا ظهار ازرق انسى خالص ماشي شكلك حلو لوحدك لكن جنب ده مفيش خالص وطبعا برضو نفس الحاجة فليكس ويلر انا شايفه يعني لحد ما هو اللي ممكن ينافس كيفين لفروني ولكن روني كولمن هنا يبقى حتى الدرق يا جماعة بعيد 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 خالص يا نهار الى السايتشستك فتع كيفين لفرون كان جميلا جدا ماشي ممكن ندي السايتetto لكيفين لفرون لكن انا في الظهر تدي ايه ولا ايه بس تدي ايه ولا ايه بس طبعا السايترايسب برضو ممكن تديها الكيفين لفرون وليلي جي نبص اع الصورة دي في الاليمبئ ماللي اصلا جي كاتلر اخد مركز تانى مش كيفين لفرون كان لسه في حد تاني لازم يعديه جديد كان طالع في سنة تسعة وتسعين كان جي كاتلر وهنا بص جي كاتلر بالنسبة تقول انه جي كاتلر هو اللي تظلم في سنة الفين وواحد ولكن طبعا انا مش مرتفق لانه نيجي نبص من الظاهر بص روني كولمن شكله عامل ازاي بعيد جدا يا جماعة قطانية الظاهر سماكة الظاهر الجلوتس اللي اصلا وصل تقريبا لحد رجبته وادي صورة تانية مش عارف دي من اني سنة تقريبا دي من سنة سبعة وتسعين على فكرة لما كيفين لوفرون وقع نفسه في اكبر غلط انه ادى روني كولمن السر السر كان ان انت تاخد شط كحول او فوتكا الليلة لقابل البطولة لان ده بيكون من احسن ديوراتيكس ممكن تعملها في كمال اجسام طبعا احنا مش هنعمل كده ولكن كيفين لوفرون قال لروني كولمن على السر ده ومن هنا وكان قابل البطولة ومن هنا نفس البطولة دي لكيفين لوفرون كان المفروض يكسبها روني كولمن كسبها وانطلق سكته خالص وقادي صورة تانية دي في سنة تسعة وتسعين البريتش جراند بري الموس موسكيلر بوز زي ما انتو شايفين كيفين لوفرون في الإضاءة الحلوة لأوبر بودي شكله احلى في الوضع ده ولكن بقيت الاوضاع انسى خالص ونجي نبص على الصورة دي طبعا روني لما وصل نفسه للمستر اوليمبيا صورة صداقة كده باكستيج وروني يعمل لك كده وبتاعه الموضوع بعيد الموضوع بعيد وما كانش فيه سنة متاحة لكيفين لوفرون ان هو يعدي من باب روني كولمن ولكن خلينا نرجع شوية كمان لان هي ما تنساش تلاتة وعشرين بطولة احترافية كيسبها اولا واحدة منهم كانت المستر اوليمبيا اول جزء كان من العدوة بتاعه دوري نيتس وفليكس ويلر وتعالا نبص بقى في سنة اربعة وتسعين في الصور دي مع كيفين لوفرون ودوري نيتس اللي هي اكتر سنة كان فيها جدال الناس بتقولوا ان لأ كان ممكن كيفين لوفرون يكسب وخد مركز فيها تاني لما نيجي نبص على الصور اول حاجة الابز ان تايز الابز ان تايز انت هتقولي طبعا الابز بتاعت كيفين لوفرون احلى ولكن انا هقولك دوري نيتس هيكسب الوضع ده لان السماكة بتاعته غالبا على الحقيقة اكتر بكتير من الصور دي الابز بتاعت دوري نيتس برضو نشفة جدا رجلين دوري نيتس اكبر ضهر دوري نيتس طبعا في عالم تاني وحجم الدراع مفيش فرق كبير جدا هنيجي نخش على الموس ماسكر هنا انا ممكن اديها لك لكيفين لوفرون الموس ماسكر بتاعه احلى بكتير ولكن لو لاحظت ان كيفين لوفرون اقل نشفان شوية من دوري نيتس في السايت ترايساب بصراحة انا رأيي السايت ترايساب بتاع دوري نيتس اقوى اكتر من وضع الرجلين عملها بزاوية في بيبين لك الكوادز من بره دوري نيتس كان مطلع رجلو القدام بس كيفين لوفرون ممكن يكون يعني الجلوتس بتاعته احسن ولكن فرق الظاهر طبعا من السماء الارض لصالح دوري نيتس كما نيجي بقى نبص على الفيديو ودي سنة 94 اللي انا بقولكو عليها عرض دوري نيتس اهو ضد كيفين لوفرون بص فرق الفرانت دابل بايساب طبعا الجودة هنا وحشة جدا ولكن مش بعيد قوي يعني انا بحس ان مشكلة ان كيفين لوفرون ضيق شوية بمقاراتا بحجم بتاع دوري نيتس اه ممكن الرجلين هنا لكيفين لوفرون شكلها احلى ولكن في الفرانت لاتسبرط طبعا دوري نيتس ممكن كيفين لوفرون يكسب ولكن دوري نيتس في سماكية في العضلة اكتر وفي فوليوم اكتر سايت ترايساب انا دوري نيتس انا هديها برضو دوري نيتس باك دابل بايساب انسا باك لاتسبراد انسا موس مسكيلر ممكن كيفين لوفرون فممكن كيفين لوفرون يكون كاسة بالفرانت دابل باي والموس مسكيلر تلت اوضاع خمسة تانين مفيش مجال مكانش فيه مكان ان كيفين لوفرون ياخد المستر اوليمبيا وطبعا هنا زي ما انتم شايفين في الباك دابل بايساب الدنسيتي يا جماعة بتاع دوري نيتس مش طبيعية في الظهر فبس فهل كيفين لوفرون كان ظالم نفسه ام كان هو مظلوم انا شايف ان كيفين لوفرون استغل الجينات بتاعته ولكن ما استغلهاش لاحسن حاجة ده بالعكس يعني استغل ان هي كويسة بس مش لصالحه ان هو ما اتمرنش زي ما كان المفوض يتمرن ما كانش ملتزم بالطريقة اللي كان ممكن يلتزم بياه كان بياخد بريكس او راحة كتير جدا ما بين السنين هل كان ممكن يكسب مستور امبي انا شايف كان ممكن يكسب مستور امبي انا لو كان ملتزم كيفين لوفرون لحد سنة ال94 دي كان ممكن يخطف منها من دوري نيتس اللقب ولكن وانس ان انا دخل خلاص على الارا او عصر بتاع روني كولمن ما كانش فيه مجال خالص وما تنسوش اصلا بقيت السنين كان بيحارب فليكس ويلر اللي هو اصلا برضو الجدال عليه هل كان ممكن يكسبه بس نفس الارجومنت بالزبط ده كيفين لوفرون تتقال على فليكس ويلر ان هو استغل الجينات بتاعته ولكن مش لصالحه فليكس ويلر معروف ان كان بيحاول يعوض النقص بتاعه بجرعات كبيرة جدا من الهرمونات اللي ادت الى الفشل الكلوي اللي جاله وده فيديو النهاردة يا جماعة عرض بلاك فرايدي شغال فخش اشتري العرض دلوقتي عشان في 12 اسبوع يبقى شكلك من الودة للودة ثقة في نفسك ثقة في شغلك ثقة مع البنت اللي بتحاول تكلمها او ترتبط بيها وثقة في نفسك كراجل ومش بس كده يا جماعة البروجرام حيخليك ملتزم في حياتك حيزبط لك حياتك وهيديك الثقة اللي انت محتاجة لما انت بتحس ان انت كل يوم بتعمل الواجب المفروض تعمله لصحتك ولنفسك ولعقلك انك تاكل كويس وتلتزم بالتمرين هو ده هدف الحياة وهي دي الغرض ان انت يكون عندك اهداف صغيرة لنفسك وتحسن من نفسك كراجل سايب لك اللينك تحت واذا ما عندكش الامكانية او حتى اذا حدت عندك الامكانية اشتري برضو كتاب الوصفات اللي حيفيدك جدا بالذات لو انت متجاوز او حتى لسا عايش مع والدتك اشتري لهم كتاب الوصفات قولهم يطبخو لك من كتاب الوصفات ده لان الكتاب في مية وصفة كل وصفة كتب لك فيها البروتين الكارب الفات وحتى مزبطها لك على النسب يعني هتوح لاخر صفحة هتلاقي اكتر وجبة فيها بروتين الى قل وجبة اكتر وجبة فيها كارب الى قل وجبة فلو وانت عارف السعرات بتاعتك ممكن انت تعمل البروغرام بتاعك وده فيديو النهاردة فليز اعمل سبسكرايب وانشوفكو بكرا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية